اشتركوا في القناة 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 طبعا جاي في ضغطات فهو عايز يقول لأ للناس اكيد سمع طبعا طبعا فعايز يقول للناس لأ انا مدرب كويس ان شاء الله بقى فيه شكل جديد مع النادي الاهلي زي ما حضركوا قلت الاهلي بيدفع ضريبة انه هو نادي ناجح وانه هو صدر لجماهيره ان انا نادي بفوز على طول فالجماهير خلاص تشبعت بزا الاحساس وبقى عندها خلاص احساس او عندها ثقة ان فريقها ما ينفعش يخسر ما ينفعش يتعادل وده بقى حق عند جماهيرنا دي الاهلي والضغط الاجبر كمان ان انت في اخر الموسمين جماهيرها ضيبة شوية من اداء الاهلي معلش يعني احنا في قناة الاهلي اه لكن الاداء بتاع الاهلي ده نحن نكلم بصراحة والله ما نتعلم اسمها الاداء بتاع الاهلي لم يرضي الغالبية العظم من جماهير الاهلي بمعنى صح ان انت مش انت الاهلي اللي بمرعب في افريقيا انك ممكن تتغلب في فرقة من فرقة او اتنين او تلاتة او تطلع من دور التمانية او الحاجات دي كلها بتبقى صعبة جدا على جمهور الاهلي السلاتين الاخار ده الاهلي ممكن يكون كان بعض الشيء محليا مرضي شوية عشان بتاخد بطولة وتاخد بطرت الدوري وكلام من ده كله ده شيء جميل جدا لكن على مستوى الافريقي انت مش مرضي لجماهيرك ما بتحقلهمش الطموح بتاعك كان فيه حاجات فيه ظروف كتيرة جدا منعت هذا الكلام مش هنتكلم فيها لكن احنا بتكلم عن قيمة معينة اسمها الاهلي في افريقيا لا بد ان يكون له اداءه سابت واداءه عالي واداءه يرضي الجماهير واداءه يحقق البطولات في الاخر فشيء طبيعي النهاردة الضغوط الكتيرة على المدرب زائد طموحه كمدرب بيخوض اول تجربة في افريقيا شيء طبيعي ان احنا برضو متخوفين شوية لان اللي صارت برضو كانت اول تجربة ليه في افريقيا ومع ذلك ممكن تكون الظروف مختلفة شوية بصراحة اقول لك الحفاظ انا قناعاتي الشخصية انا مش مؤمن بمدرب لازم يبقى عنده خبرات افريقية عشان يمسك فريق يلعب في افريقيا انا مش مؤمن بيها ممكن اختلف معناس كثير جدا جدا ونقعد نقنع بعض ببعض يعني تمام ان انا مش لازم يبقى عندي خبرات انا مدرب كورة نظر ان انا بتعامل مع كل الاجواء يعني انا مثلا وقلت قبل كده اجوردولا لما بيروح الدور الانجليزي بلاش يعني معلش انا واصبع ان يبقى اجوردولا لان انا مدرب طبعا او اي مدرب بيروح مثلا الدور الانجليزي مش لازم عنده خبرات في الدور الانجليزي سابد دور انجليز ورا حل دور الانجليزي بلاشم عنده خبرات في الدور الانجليزي او لك اصل الاجواء اصل الانجليزي انا 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 اتفق معاك في حاجات كتير جدا من ناحية التدريب وكذا وكذا كل ده امره منتهي ما فيش حاجة اسمها افريقيا واوروبا لكن انا بقامل من الجهاز المعاون الجهاز الاداري المعاون لسويسري انه يحيط بكل التفاصيل الدقيقة بما يعانيه الفريق في سفرياته من ناحية درجة الحرارة والملاعب أحيانا ممكن جدا الأجواء مختلفة تماما في أفريقيا عن أوروبا أنت راجل بتلعب درجة حرارة هناك 18 و20 وكلامين ده في أفريقيا بتلعب تحت 40 و50 و45 و42 و43 ومتار وحاجات زي كده لابد دي هي دي الظروف اللي أنا بقول لحضرتك عليها أتكروب أفريقيا أحنا بتكلم من نواح الفنية لا أنا واح الفنية بشكلة أحضرتك بتكلم في نقطة مهمة أحضرتك بتتكلم دلوقتي في درجة الحرارة في الحاجات اللي هي ترجع للعيب أكتر لكن أنا كمدرب عاكيدة هتعامل أنا عندي أدواتي للعيبة اللي هي المفروضة عارفة الأجواء دي بقى خلاص أه عارفة الأجواء لازم أجهزة صح بالزبط يعني لازم الجهاز مدرب الأحمال برضو يبقى عارف القصص دي كلها ويبقى بالتأكيد هو طبعا دي راجل دارس لكن جديد عليه أجواء أفريقيا فشيء طبيعي إحنا بناخد الاحتياطات اللازمة بنقول عشان إحنا بنبدأ موسم جديد إن شاء الله كان وصفورت تكون بداية جيدة جدا للأهلي إن هو يقدر يحقق نتيجة كويسة جدا ويقدر المدرب واللاعبين بالتأكيد يقدموا أوراق اعتمادهم في أول مباراة بيقولوا إن احنا بنفتح نفتتح موسم موسم إن شاء الله يكون جيد جدا ويكون عامر بالبطولات وعامر بالألقاب وننزع التخوفات الموجودة لدى جمهور الأهلي معلش جمهور الأهلي معزور بعض الشيء لأنه برضو عايز مدرب فوق الطموحات بتاعة الجماهير الشيء طبيعي لا بد تحصل النوع من أنواع الهزة الشغل طبعا حق الدمهير أنها تخلي فرائها أو عايزة فرائها أحسن فرائق في العالم ومعهم أحسن مدرب في العالم حقهم طبعا لكن أنا أتكلم وصلا أنا سمعت برضو في خلال اليومين اللي قبل تولي فييلر المسؤولية الفنية سمعت برضو أصلا أنا رحنا مش عارف في فييلر وحد مش عارف في فييلر ما عندهش سيرة ذاتية ما عندهش سيفي لقيته أفشل سيفي يا جماعة بلاش نتكلم عن سيفي بلاش نتكلم عن سيفي لو قعدنا ندور على سيفيات بعض حدش هشتغل طبعا والله العظم يعني مثلا بلاش حد في العلقة بالكورة عشان ما نقولش أننا بنوصل أو بنقول كلامه على حد يعني بس لازم أقول هو لازم يعني أنا مثلا أعرف ناس بتشتغل في الكورة ما عندهش سيفيات كورة خالص ومسؤولين يعني ما عندهش سيفيات كورة على فكرة اشتغل اشتغل السيفي يا أوز محمد دايما بقول عليه هو مكياس لمقبل تولي المهمة أيوه أنا مثلا ملاピتاب عبد الحميد حسن كنت بلعب مثلا في أمبي أي السيفي بتاعي في أمبي أنا كنت بجيب الجوال ومش عارف بعمل إيه يعني محققتش بطولات مع أمبي أنا رحت مثلا نادي بطول الأسيود أيو أنا كنت ناجح مع أمبي لكن مش معنا ناجح مع أمبي إن أنا هنجح مع بطول الأسيود أو إن أنا هنجح مع الأهلي أهل ان انا هنجح مع الاتحاد او ان انا هنجح مع اي فريق اروحي لكن هو مكاس لما قبل تولي المهمة بعد المهمة دي بتاعت ربنا وبتاعت اجتهادك وبتاعت الظروف وبتاعت العناصر وبتاعت ادوات النجاح حاجات كتير جدا جدا لكن انا السي في احكم عليه اللي بعد كده لا 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 هو احنا يعني برضو الصحافة سهمت بدور او وسائل اعلام بصفة عامة سهمت في خلق نوع من انواع التحفز المدرب الجديد ان هو مدرب عالمي وكذا وكذا يعني برضو يعني رغم ان لجنة التخطيط كانت يعني متكتمة على الامور وانا بتفوض ايه وعرفة هي بتعمل ايه اصلا الا انه صحف اطلقت يعني الاسماء كتير جدا وانه طموحات وانه مبالغ بالية وكلام فده كل ده يما تيجي في الاخر وتجيب مدرب مش يعني يعني زي حضرتك بتقول كده مش عنده سيرة ذاتية قوية جدا منتقصه كل النهاردة كل جماهير الاهلي وهي بتختار عايزة تختار مدرب زي جزيه اللي خاد عشر بطولات او اتناشر او خمساشر بطولة الاهلي مستر مانور جالك من غير سي فيه وهو جالك الله ينوران ومش بسي فيه قوي جدا ومش جدا وما نجحش بعد كده وبعد كده راح انجولة راح مدرب لمنتخب انجولة هل هو بقى مدرب وحش مستر مانور مدرب وحش لا طبعا دي مش مقياس لا طبعا طبعا مش مقياس لكن الاجواء هنا نجحته وخليته يعمل كل هذي البطولات ومقدرش ينجح في حتة تانية يعني فعشان كده مش هي كل حاجة احنا عايزين نسق في ادارة الاهلي نسق في لجنة التخطيط بالتأكيد بنسق في لعبة الاهلي بنسق في الجهاز الفني والثقة اللي خادها دي كلها على مدار الاربعة ايام والخمس ايام الاخيرة دي بتؤكد انه تفهم كافة الضغوط اللي حواليه تفهم ان ده جاي على فريق بطولات لا يرضى بغير بطولات فعنده حماسة شديدة جدا انه هو يغير يغير من طريقة ده اللاعبين يغير من الطاعة بالزبط مدرب مش مش شبعان مش لاحطة رجل على رجل وانا جاي النادي الاهلي يعني انا نازل بقى المستوى لدول المصر لا انا مدرب عايز طبعا مدرب عايز لكن انا بوضح بصرف النظر عن فيلر زمحمد او بصرف النظر انا بوضح على ازاي نختار ازاي نختار وازاي يبقى عندنا عناصر نحطها قدامنا نختار عليها السيفي مش عمره مكان مكويس عمره مكان مكويس ده احنا كده لو قلنا سيفيهات هنقضي على شباب كتير جدا الشباب يقعد بقى ما اشتغلش مثلا لانه ما عندوش لا سيفيهات قبل كده ولا خبرات قبل كده فموضوع بصراحة صحب جدا بقى خلابيت المدربين اللي بيعملوا بواصل كلهم وشتغلوا في افريقيا وما حدش فيهم خد دور الابطال مرتين تلاتة ولا بتكلام من ده يعني ما عندوش ده نبتكلم في المجالات عمونا واسمحان لكن حضراك طبعا اكتر ما عندوش اي اصلا يعني كل المدربين او الغالبية لازم المدربين اللي شغلوا في مصر ما اخدوش مطولات في افريقيا على مساوى جامد خلاني بدع نكور حضراك عندك في الجورنال حضراك للشباب اللي بتيجي تشتغل هتقولوا هاتلي السيفي بتاعك قبل كده ايه مش هتشغلهم هتقول هاتلي خبراتك قبل كده ايه مش هتشغلهم لكن طبعا هتقولولي طب ايه لازمة السيفي ده سؤال ايه لازمة السيفي عايزة اعرف مؤهلاته ايه عايزة اعرف دراساته ايه عايزة اعرف شخصيته ايه عايزة اعرف طرقه ايه يعني ده القصة ممكن جدا تحكم عليه من خلال موسم واحد بالزبط هيبقى عندي حاجة للشخص ده يعني حاجة اعرفه بيها بس مش عمرها ما هتكون دليل انه ينجح بعدك لانه هتقييم لينه هينجح او يفشن تقييم في مكان لكن فيما بعد استحال ما حدش عارف الظروف هتبقى شكلها ايه والاوراق اللي معاها شكلها ايه بالزبط عشان كده جماعة عشان كده بقى نقولي بقى يعني ما اكتبه انا 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 في العلاد بيعددولي المدربين مورينيو اول ما اشتغل وبعد ما بقى مورينيو راح فيين وفشل مع مين فشل مع فرقة كبيرة جدا. بالزبط. وقاعدة. كتير. اسمائة كبيرة جدا. جدا. لكن في العموم الـ CV ومش عايزين بقى نسمع حد بصراحة انا مرداتش اتكلم في الايام اللي فاتت عشان كان فيه كلام كتير جدا. لقول لك بس انا روحت ولاقيت CV بتاعه فشل فشل زريعة جماعة. لو قعدت بصلك مش هلاقي عندك CV. معلش يعني. لكن انت ممكن تنجح بعد كده. هسقف لك. لكن انا احكم عليك ان انت بقى عندك CV. انت محدة اساسا مشتغلتش دكتور اصلا قبل كده. فبلاش موضوع CV ده عشان هيدا خاجات كتير جدا جدا. لكن شفتها يعني. جمال الاهلي التلقائية قوي. وطايبين قوي. وهم عايزين اهم حاجة. يشوف الاهلي هم يموتوا ويشوفوا الاهلي احسن هدي في الدنيا. يموتوا ويشوفوا النادي الاهلي عنده احسن مدرب في الدنيا. احسن مجلس قراءة في الدنيا. والحمد لله عندنا. الحمد لله يا رب. لكن هم طايبين قوي. فدايما ايه اول ما يشوفوا رؤوس الاخبار. ده الاهلي جاء مدرب ما عندوش CV. يزعلوا. بيحصل نوع من انواع الصدمة بالتأكيد. فدي كانت كانت حاجة مش عايزة اقول موانهجة بصراحة. بس يعني شفتها كده. هو كانت موانهجة لان احنا الانهاردة في ظل الضغوط الرهيمة من السوشيال ميديا على دماغات الناس كلها. فممكن جدا تخلي الاخ يكره اخوه. عشان خطر عمل حاجة مش كويسة. والخبار حدث. فانت يما تبص تلقى فيه هجمة على مدرب الاهلي قبل ما ييجي وقبل ما يخش المؤتمر الصحفي. وقبل مجرد ما تعلم اسمه. وفيه هجمة شديدة عليه كده. فانت لازم تعذر الجمهور او المشجع الاهلاوي المنتمي جدا. اللي بيبغيره على النادي اللي بيحبه. لانه فيه اتعرض لضغط رهيب جدا في وقت قياسي. وبيشككوه في كل حاجة حصلت. وبيشككوه في الاختيار. وبيشككوه في قدرات المدرب. وبيشككوه حتى في في قرارات ادارة النادي. كل حاجة. واخبار حضرتك. كل حاجة. فيما هو كده فانت لازم تعذره. لان ماهما كان المشجع المشجع الاهلي. زي زي اي مشجع. الغانبية العظم منهم ناس بسطاء جدا جدا جدا. بيحبوا كورة القدم. بيحبوا نديهم. كل مشكور اهلي زمالك. يعني مش هنقول ان هما اه طبقة مسقفة ومفترض نيتعي. لا 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 لا. كيجمهور كيبير جدا. فعشان كده لابد ان احنا نعذر جميع. وعلى فكرة ما مرت مجرد ظهور المدرب في المؤتمر الصحفي. ومجرد ما اجاب على بعض الاسئلة. اصبح نوع من انواع الاتمنى الراحة لنفوس الجمهين خالص. والكل بدأ يعلن مسندته ومؤذرته للمدرب والادارة في المهمة الجديدة. خلاص انتهت الموضوع. الجماهير انا بقول الجماهير هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحط تحتها خطة احمر فعلا. يعني الجماهير بصراحة حاجة جميلة جدا وحاجة تستهل كل الاحترام. وهم مش غيورين. هم عدوا المرحلة دي. اهل زمالك ايا كان ماتوا عشان انديتهم. واسمح لي اقول ان احنا برضو منهاني جماهير الاسكندرية كلها جميل الاهل في اسكندرية. على الخبر الظريف الجميل اللي انا سمعته في بداية الحلقة بتاعت حضرتك انه ان شاء الله يبقى فيه فرع كبير جدا للنادي الاهل في اسكندرية. جماهير الاهل في اسكندرية برضو. تحتاج لمثل هذا الصرح ان شاء الله يبقى صرح كبير اعتقد. فشيء جميل جدا انه بنبص الكل مكان اهه يبقى الاهل مهمتهم. يا رب يا رب ان شاء الله تكون خطوة فعلا خطوة جميلة اوه اسكندرية مجنة كبيرة جدا. طبعا. وفيها اهلوية زي ما فيها طبعا اه يعني مشجعين. لموت عشان. سيد البلد. سيد البلد. سيد البلد. الاتحاد سيد البلد. الاتحاد الاتحاد الافريكي نروح ده هو طبعا المفترض انه انه. ده اهلي طبعا خلق يعني الاهلي بعيدة. الاهلي بعيدة عن الموضوع لانه يعني ده بيتعامل بالشياكة. الاهلي بتعامل بها لعيبيه. يعني اي لاعب جه الاهلي ومشي بيتقام له حفل تكريم. يعني مش هيبقى مستحقات ومالية فيها مشكلة. ده انت بيقام للحفل تكريم الراجل اللي رحمه كارترون. يعني لغاية الوقت بيتكلم عن عن حفاوة الاهلي بيه هو ماشي. مش هو جاي. يعني اخي بلى اللي هو كليبالي اه طبعا. فشيء طبيعي النهاردة الاهلي برا القصة دي كلها. لكن هو عايزين نقول ان ده من شور بيعميم الاتحاد الكورة. الاتحاد الافريقي. على الاندية. على كل الاندية. مش على الاندية المصرية بس. لا كل الاندية اللي عندها مشاكل تلحق تسوي نفسها. وإلا مش هتلعب في افريقيا. يعني مش هتسحب رخصتك. لا. انت هتمنع من اللعب لانك لازم تسوي. لان القصة اصبحت زادت عن عن الحد. يعني النهاردة يما تروح المحكمة الرياضية وقفها فيها مثلا من مصر 20-30 قضية خاصة بمستحقات لعبين. لاندية مصرية. بصرف النظر عن اسم النادي. وديها سنة واثنين وثلاثة. لدرجة ان بعض اللاعبين يعني لعب تواكع الله وفارق الدنيا. ولم ياخذ مستحقات مثلا. ولهوا حكم من المحكمة الرياضية. واخبرها ذلك. فالتحاد الافريقي بيحط الكلام ده. النهاردة كل الناس بدأت تحس بمشاكل الكبيرة دي. فبيبدأ يحط قواعد. زي ما انت مش من حقك تقيد لاعب اتحاد كورة القدم. وهو ليه مشاكل معك. فهو الاتحاد الافريقي بيعمل كده. قبل ما نبدأ الموسم بنقول يا جماعة. 30 ستمبر اخر موعد لسداد المستحقات. يعني قفل القضايا اللي اتقفلت من الاتحاد الدولي دي. يبقى لازم نسويها. وإلا حضرتك مش هتبقى معنا فريق بينافس في البطولات الافريقية. دي شيء طبيعي جدا جدا. ولازم. وعلينا ان احنا لا نكابر ولا ناخد بقى اجراءات وبتاعه ونطعن ومش عارف ايه. ونماطل في الحاجات دي اللي انها هتيجي بالضرر على الاندية. الاتحاد الافريقي ما بيها الزرش. مش هو الاتحاد المصري معلش في السابق عهده. الاتحاد المصري كان ممكن جدا نقولك ايه. وقف قيد الاندية وقف قيد اللاعبين الجدد لاندية كذا وكذا وكذا وكذا. وتيجي تانيوم تلقى بيقيد اللاعيبة كلها. هل هم دفع المستحقات بتاعة اللاعيبة. انا اعرف اللاعيبة في الاندية كثيرة جدا جدا. كانت في الزمالك وفي الاسماعيلي وكذا وكذا. وليهم فلوس. ليهم فلوس لغاية النهاردة. لغاية النهاردة. والتحاد الكرة قال انه هو يوقف القيد بتاع الدي. يعني بصراحة ما نفعش يتعدي سنة غير لما تكون كل المشاكل المالية تحديدا اللاعب تنتهي. اه. تنتهي. اه. اتحاد محلي. اتحاد افريق. لا بد. لابد خلاص. لين دي حقوق ناس وناس تعبت وناس. طبعا. انا مدربتكش على ايدك عشان تتعاقد معايا. اتتعاقد معايا بالزبط. بصراح. بصراح. ده كلامك بوضبط. خلينا نشوف من وجهة نظر حضرك التحديات اللي ممكن تقابلنا دل اهلي السنة اللي احنا فيها. اه. بالتأكيد. او الموسم اللي احنا. بالتأكيد احنا زي ما قلنا النهاردة. احنا بنبدأ الموسم النهاردة. ما بدأناش. يعني دول الستاشر. دول الاربعة وستين انا مش مش بنظر لي ولا بقيم عليه النادي الاهلي في موسم الجديد ولا الكلامين ده. اطلاقا نهائيا. النهاردة. النهاردة. وقبل عشرة ايام او قبل تسعة ايام من اول مباراة في دول الاثنين وتلاتين. الاهلي بيبدأ التحدي الحقيقي. التحدي الحقيقي مش انك تاخد بطولة الدوري. لان ان دي قضية مفروق منها بطولة مفضلة. احنا عارفين قصتها ازاي. وعارفين الاهلي بيتعامل معها ازاي. ما فيش اي مشكلة. التحدي الحقيقي هو دوري ابطال افريقيا. التحدي الحقيقي دوري ابطال افريقيا. بدون هذه المنافسة على لقب دوري ابطال افريقيا. يعتبر الاهلي ما عملش حاجة. وهو الاهلي مش هو الاهلي اللي عودنا على انه هو ينافس على البطولات. فانا اعتقد ان مبدأ من دوري الاثنين وتلاتين. لابد ان الاهلي يترجم الاسرار على الفوز باللقب دوري ابطال افريقيا. ترجمة حقيقية من خلال اداء قوي جدا جدا في دوري الاثنين وتلاتين. ما يستهنش باي فريق من هنا ورايح. تمام. قاعدة الفوز خارج الارض او الفوز على الارض وتعادل خارج الارض دي قاعدة مرفوضة في دوري ابطال افريقيا. هذا الموسم بالتحديد. النهاردة الاهلي من 2013 غايب عن منصة التتويج بتاع دوري ابطال افريقيا. وانا الاوان ان الاهلي يعود لبطولاته المفضلة. زيها بالضبط زي دوري الاهلي صاحب الرقم القياسي. ولا يقل بأي حامل احوال انه هو يبدأ يفضل بعيد رغم التطور الكبير جدا في مستويات الاندية الافريقية. فشيء طبيعي ان التحدي الاول الاهلي هو دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله. ده رقم واحد. ده رقم واحد. جماهير كلها نفسها في كتب. كل طبعا جماهير. واعتقد ان ادارة الاهلي تعي تماما متطلبات الجماهير. وعارفة ان هذا الكلام ما فيهش الزار بقى خلاص. والنجوم اللي هما اتعاقد معهم الاهلي او الموجودين اصلا يعلمون تماما العلم ان الهدف الاسي هو دوري ابطال الافريقيا. ولانه في الاخر بيوصلنا زي ما حضرتك بتقول لكأس العالم الاندية اللي الاهلي يجي في يوم من الايام كان ثالث كأس العالم الاندية فما ينفعش ان هو يبدأ يفضل بعيد عن آآ البطولتين دول. تماما سمعنا عن آآ تنظيم الدورة يتم اسناده الشركات اجنبية او ممكن يتم اسناده الشركات اجنبية آآآ تنظم البطولة. انت مع الاتجاه ده ولا ضده. لا طبعا انا انا ضد الاتجاه ده اصلا يعني آآ لانه انا سمعت برضو اللجنة حكام اجنبية والاستعانة بخبرات حكام اجنبية. نمشي احنا بقى كلنا. كل لا ما ينفعش. ما ينفعش اصلا. انت انت يعني ازا كنت انا آآ يعني ازا كان هذا فكر اللجنة الموقتة فبنقوله شكرين جدا. انت جاي تسير اعمال. انت جاي تسير اعمال. نا انت جاي تسير اعمال. ما ينفعش ان انت تحط اه اه تقول اه اجيب اللجنة من بره عشان تدير الدوري. وبقى. لا انت ممكن انا تستعين بوسائل تكنولوجية اه اوكي. ممكن تستعين بحاجات ماشي اوكي. تستعين بخبرات الدوريات الاوروبية في تنظيم موسابقات ماشي اوكي. لانك انك تجيب لجنة احترافية تديها فلوس. وتقعد احنا عشرات الشباب اللي هما بنعدهم والكلام من ده. نوديهم فين. ما نشغلهمش. نعادهم الناس الكوادر في المجال الرياضي. واحنا مارينا بتجربة. اه طبعا. ما عندك طلوع. ايه المشكلة. انت كان عندك فعلا تجربة. وانا سعيد جدا. بان انت بدأت تختار ناس من اللي هما كانوا في التجربة دي. فما ينفعش انت النهاردة تيجي تدرب كرسة. انت بتعمل بلونة اختبار وتقول انا هجيب ادارات اه محترفة من بره عشان تدير. اذا كنت بتعمل بلونة اختبار فاشلة. ومحدش هيكون معاك فيها. ما ينفعش. هما قالوا هو اللجنة الخماسية اللي عينت يا عز محمد قالوا انتم متاخدوش الاخبار غير من على لسنة. جميل. رئيس اللجنة اول متحدث الرسمي باسم اللجنة. جميل حاجات بنرمية. هما زي بقول لحدك بعملوا بلونة اختبار كده نشوف الدين الفاشلة زي بتقول. نعم. يمكن نكون ظلمينهم. ممكن نكون ظلمينهم. بس انا بس انا باعتقد ان هما مقصرين في حق انفسهم اولا. لا هنتكلم فيها. هنتكلم فيها تحديدا لما نروح لها. تمام. لكن ممكن يكون مصنوب فعلا في حاجات بتتقال. واخبار حضرتك بس ما فيش عندنا في الصحافة والاعلام والكده وان الشائعة دائما وابدا بيقالها جزء من الصحة. يعني ما ينفعش ان انا كجورنال اطلع اقول انه اتجاه في اتحاد الكرة الاستعالة بادارة اجنبية. لا فيش نار من غير مخيان حضرك عايز تقول. لازم. لا بد انه فيه جزء من الصحة في الخبر. ايا كان هذا المصدر اللي قال هذا الكلام. اذا كان بيقصد بيه انه فعلا فيه حاجة حقيقية بتتم. او فيه مجرد تسريب عشقات نشوف ردود افعال الناس ايه. ولا كلام من ده او شغل الرأي العام بموضوعات تانية عشاء خاطر فيه موضوعات اهم. مش عايزين نتطرق اليها دلوقتي وبتوكل من ده فبنشغلهم بحاجة تانية. ففي كل الاحوال يجب على ان ما تكون موجودة. دولة لها برضو لها كلمة في التحاد الكرة وهي اللي طلبت بمدير فني وطني. الدولة? اه. طبعا. فاكيد هما كمان احنا كدولة. مش هنقبل ان احنا نجيب برضو لجنة لجنة حكام افعال. ده انا عايز اقول لحضرتك انا عايز اقول محترام الكامل. محترام الكامل للجنة الخماسية الموجودة. اه. هي موجودة شكلا. لكن اه. الدولة كلها. بتضع ملف كرة القدم. واتحاد كرة القدم. في اولوية. في اولوية كبيرة جدا. جدا. وهي التي. وهي التي. اه. بتحط الخطوط العريضة للجنة. عشاء خطر نمش عليها. مش تدخل حكومة ولا حاجة. لا. دي مصلحة الكرة المصرية. اصلا. تطوير المسابقات. والتطوير. وان انت تنقي كل ما كان في اتحاد الكرة في السنوات الماضية. ده شغل دولة. شغل اللجنة. اللجنة. مع احترامي ليه. الشديد ليها. اه. بتعرض على الفيفا ما تم من خطوات. عشاء خاطر الجو الانتخابي. اللي هيحصل بعد كده. وما فيش تدخل حكومي. والكلام من ده ماشي. ده في الانتخابات والديمقراطية. لكن انك تصلح على الكرة المصرية من الجزري. بداية من منتخبات. بتهتم بيها. بتدور على مدير فني. اه. الوطني. عشاء خاطر تسنسنين يوم مهمة. عايز ترجح مسابقاتك. عايز تعمل حالات دي كلها. بتدور عليه بميكروسكوب. فشيء طبيعي. مع ان احنا الخيارات اللي قدامنا مش كبير. مش 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 يعني. مش مش يعني. مش مش داعب ابن القي على على اللجنة. لا. ده الدولة مهتمة بهذا الامر. وبتدعم اللجنة الخماسية. عشان تسيل في هذا الاتجاه. طب حد يطول. ما ينفعش. beetje طابة دولة كده. احنا TB الظهر لإي دولة بتدعمين. بالظبط. يعني. 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 هي ما. ما ينفعش أبدا annéeنا. طب انت متفائل وللا مش متفائل. انا متفائل اللي الدولة بتساند اللجنة. لكن انا يعني. 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 عايز اللجنة يبقا لها دور فعلا بمعنى صح. انت النهارده. يصولك. عن الموعد اللي كان معلن عن الدوري 15 يوم. صح؟ يعني. كنت بنقول هي줬� الدوري هيبدأ 15 ستمبر هما طلعوا وقالوا ما طلعوش قالوا الدورة هيبدأ امتى هما كل اللي قالوا أن هناك احتمالات لتأجيله السوبر المصري حتى ما حددوش المعادل خلينا عشان نبقى بس نتكلم برضو بلسان الناس هما طلعوا وقالوا يا جماعة خدوا مني الخبر أنا كرئيس لجنة أول متحدث الرسم هما طلعوا وصراحوا أن الدورة هيبدأ يوم كذا لا أسانا لغاية امتى حضرتك أنا قاعد بعمل ايه أنا مفترض أن أنا عندي أول حاجة في الأجندة بتاعتي عشان خاطر أسير الأعمال مش عشان خاطر أبتكر حاجات لا أول حاجة تمام بعيدا على اللايحة كمان خلي ما الحضر لك اللايحة دي موال تاني أول حاجة أن أنا أحدد مواعيد المسابقات بتاعتش أحدد مواعيد المسابقات اتنين إجراء القرعة اللي هو بتولينا عليها تقام المسابقة الرئيسية اللي عندي محددتش أنا لما عد القسم الثاني هيبقى 12 ولا 16 ولا 14 ولا غير كده كلام من ده خالص نهائيا كل ما في الأمر أن أنا لغيت القرار اللي كانت تخذه المدير التنفيذ السابق بتاع دورة الترضية وكلام من ده ماشي عشان كده تبقى 1 ستمبر وإنت بتاخد القرار قبلها بيومين وخلاص وتفيد لا خد القرار وقول بقى خلاص أنا عن ثلاث مجموعات كل مجموعة تنجر أهيه الفرقة أهيه القرعة بتاعته هتبقى كذا الدورة هيبدأ كذا هيخلاص كذا ولا يكونوا لجنة فنية تكون هي تطلع قرارات دي تكون قدرة منهم بك طب ما تكون أنا قلت أنا محصوش أنا محصوش أنا محصوش لجنة أن هي تعمل هذا الكلام بس لازل تبقى أنت على قالت شيء نعتفها يعني عبق شوية ماشي أوكي بس أنت الأندية النهاردة منتظر أن تتحدد لها معادة دوري الأندية القسم الثاني اللي هي 12 في 3 ب36 نادي منتظرة تعرف موعد الانطلاق المسابقة بتاعتهم إمتى مش عارفة وفي الناس الثانية عايزة تعرف هي مجموعتها 12 ولا 16 ولا 14 ولا إيه بالزبط طب النظام للصعود إيه ونظام الهبوط إيه ونظام السنة الجاية إيه وما فيش أي حاجة من الكلام ده طيب اللجنة النهاردة معينة دي لها أكتر من 15 يوم من لازل تخذاته في الموضوع ونتيجي عن محمد قليل 15 يوم لا استدنا معيش قليل جدا ده أنت عمال بتقولي حاجات كتير جدا عندهم دوري ممتاز وجدول دوري ممتاز وعندهم دوري قسم تاني وقسم تالت وعندهم أن أنا ساست متحاد الكرة من الأولى الجيد أن أنا سير أعمال برضو 15 يوم قليل 15 يوم لا المفترض لهم كمان هم مش هم برح كنت بتكلم برضو في القصة دي هم فتنظر حدق لحاجة هم مش داخلين بأجندة الناس داخلة معينة يعني مفيش انتخابات فهما داخلين بمشروع فالناس هم تعالوا يا جماعة تولوا تسيير إدارة الاتحاد تمام؟ أو تسيير الاتحاد كويس أو تسيير أعمال الاتحاد كويس فالناس جايين أصلا مش بمشروع هم المفترض يفكروا بقى ويقرروا ويطلعوا قرارات آه في 15 يوم آه أعود لين ونهارا الشغل على القصة دي وإلا هسير صلحفاء معناها انت مش هتقيم الدور النهاردة مش هتعملوا في أول مارس لا مش هتعملوا في أكتوبر بقى مش هتعملوا في أول ستمبر 15 ستمبر يبقى خليها أول أكتوبر لا خليها نص أكتوبر بقى عمال ما اللجنة تدرس وتشوف وتعاين رئيس مسابقات وتعاين مش عارف ايه وبتاع وكلام لازم استعينوا بلجاني ما هم لازم كان الكلام ده يعني انت النهاردة في الوقت اللي انت أعلنت فيه استخالة عامر حسين كان مفترض البديل موجود يعلم في نفس الجلسة البديل لللجنة المسابقات وقلان فلاني احنا اخترناه خلاص يبدأ فلان فلاني يحط أجندته والانا جاي بأجندة هاي أنا عندي دوري هعمل كذا هعمل القرعة بتاعت الدوري يوم كذا هعمل الأول دوري ينطلق يوم كذا الاسبوع الأول كذا التاني كذا فيه التوقفات كذا يبقى الناس جاية جاهزة لان انت بس هو مش جاهز منش جاهز هو عين لا اما هو عين بس هو مفترض بس هو قبل ما يعين بخمستاشر يوم كان عنده علم برضو انه هيعين وان اسمه مطروح وان اسمه راح للفيبة عشان خاطر فيبة توافق ويما جات لجنة الفيفة في نص الطريق قعدت معاه وقعدت معاهم وقالت لهم انت هاتسيارو لا ما ينفعش عصلا بتكلم على انت بتكلم على على دوري بتكلم 3 مليار جنيه النهاردة وملاعب وستعداد واجهزة يعني انا 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 بختلف معاك بس في جزئي اطفض 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 انا متحمس جدا لكن انا بختلف في جزئي ان انا اكون بس التأني ده ان انا طلع حاجة كويسة او تليق بينا احنا بقى يعني لو هم متأخرين شوية بس يكونوا بجهزوا فعلا لمشروع كبير طبعا فانا امعهم لا هو قصة انا مش بعمل مشروع انا مش بعمل مشروع انا عندي دوري وعندي 18 نادي معروفين 3 صعدوا وفيه الباقيين موجودين وعايز اعمل لهم جدول عايز اعمل قرعة هي ايه المشكلة هو انت عايز حضرتك تفاهمني ان ده مشروع ضخم جدا ومش هيدروا يعملوه في العشر ما ينفعش لا اصلا اصلا انت النهاردة انت النهاردة ساكت وقاعد ممكن واحد منهم من الاعضاء الموقرين وانا بحترمهم كلهم وبحيبون كلهم يطلع ويبقى فيه حديث في التلفزيون لمدة ساعتين او ثلاث ساعات وفي الاخر ملقاش قال حاجة يعني 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 انا طلعت اقولك لو سألتني سؤال مين مدير المنتخب والله والله قد يكون حسن شعاتة قد يكون حسام بدري قد يقول حسام حسن طب هو يما يكون انا المسؤول الاول عن اللجنة دي او احد المسؤولين وارجع واطلع اقول انه ممكن كذا وممكن يكون شاب وممكن يكون ايه الفرق بينه وبينه انا هتديك دقيقتين تفكر في اسم مدير فاني ومتخب مصر بعد ما نطلع فاصل طيب تطلع نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع المطالق الوسيس محمد صادق اهلا بحضرتكم من جديد لسه مستمرين معاك ومعايا النجم السيد محمد صادق مدير تحيير اخبار الرياضة وكنا في حوار ساخن قبل الفاصل عن دور اللجنة الخماسية وتعيين المدير الفني المصري هيكون مين وعندنا اسماء مطروحة تلت اربع اسماء تمام ولا حضرك شايف اكتر هو خلاص هو محصورة في تلت اربع اسماء من اول ما بدأنا من اول ما بدأنا نقول المدرب وطني طب لو قلت حضرك اسم ما تقول مين ما تقوليش بقى ممكن ده وممكن ده لا 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 ما انا مش اقول لحضرتك ممكن ده وممكن ده لان هم اصلا بيلعبوا الاعلام يقولك اه يجي مرة يطلع لك تسريبة حسن شحات رقم واحد لغاية دولات في الصورة لا 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 اسمه نزلت يبقى حسام البادري لا 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 انا اعتقد انا اعتقد واعتقادي قد يصل الى 90% ان حسام حسن هو المدير الفني لمنتخب بسط تعتقد ولا حضرك عايز لا طب حضرك عزمين لا فرق بين فرق بين التوجه بتاع الدولة مش بتاع اللجنة الخماسية لان اللجنة الخماسية مش هي اللي هتختار المدرب الوطني تمام المدرب الوطني لا بد ان يكون فيه ناس من خلف السطار بيختاروا بيحطوا مواصفاتوا وعايزينوا تمام تمام الدولة تحتاج مدرب وطني له شخصية قوية جدا وشاب في نفس الوقت جميل او واخد بال حضرتك وله تجارب قوية ويقول له الحاجات دي كلها وها تساندو المشكلة وها تساندو السنة حضرك بقى اتكلمت في موقتها مهمة جدا طب في حكاية شاب دي الناس كبرت على فكرة اعمه خلاص يعني حسام حسن كبرت شاب بين الموجودين كنت بتكلم مع شاب بين المطروحين كنت بتكلم مع شاب بين المطروحين اي شاب ده انا يميدو لو يعني دلوقتي هنمسك امتى ونخص فرصنا امتى وكل اصل هو صغير لسه احنا من الصغيرين لا مهمت اي مدرب النهاردة في الدور المصري اقل سن ليه خمسة واربعين سنة حتى ايهاب جلال خمسة واربعين اتنو واربعين بكتير خالص يعني وميدو اه اه اتنين واربعين او اربعين اتنين واربعين سنة تمام او 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 تسعة وتلاتين كده لكن احنا بنتكلم على مدرب لمنتخب مصر مش حكاية شاب فقط لا غير لا يعني عنده شاب انا الطبيعي الطبيعي واللي هو مفترض يتم انه الكابتر عسامي البادري هو المدير فني منتخب ليه طبيعي ليه ليه ما له من شخصية قوية تمام من ما له من خبرات في التدريب مع النادي الاهلي ورجل خات بطولة افريقيا عمل انجازات كويسة جدا بما له من قدرة على يعني السيطرة على الامور معنا صح تمام ما حدش يقول لي انت استبعدت الكابتر حسن شحة ليه ولا الكلام مندي خالص لا خالص لا انا ممكن ارد عليك رد يعني ممكن ارد عليك رد ممكن الجماهير تقول لك يعني او تسأله لك لما انا كون مدرب او مدير فني بقى عشق التدريب وعندي كده وبعد كده اسيب التدريب شوية واشتغل في ناحية ادارية طب انا لا كابتر حسن بدري مراحش الناحية الادارية واقعت فيها 3-4-5-6 سنين تمام على انه تلقى بعض الاتصالات انه هو من الممكن يكون مرشح لتدريب منتخب مصر كابتر حسام حسن لا ليه المسئولية ويما يكون فيه مئة عين بتتبعه وبتقوله وبتقوله لأ لأ ومنتخب مصر بقى كمان ده انت منتخب مصر سبعت منتخب مصر اي نوع من انواع النرفزة والحساسات والكلام العصبيات ده مش مطلوب تماما واخبار حياتك ويما يتعهد قدام ناس كبيرة ومحترمة وبتجيب وتقوله احنا حطي لها الثقة فيك بس لازم تكون على قدر الثقة بالتأكيد هيبقى سلوكيات واتختلف تماما هو مش جاية تعهد كمان يا وزي محمد حلو الكلام بصراحة مش جاية تعهد حاجات ان انا كحسام حسن انا عارف طبعا كابتن حسام حسن عارف انجواته وهو جدائم ويتوفيش ما شاء الله فهو بيتمنى ان هو يمسك منتخب مصر فاكيد لما تجيله البتاع دي هيمسك فيها هو كمان لما بيركز بيطلع منه حاجات حلوة يعني الناس غير انه هو الناس مفهومة من حسام حسن او مفهومة عن حسام حسن انه هو مدرب عنده روح ويحمس لعبه هو فنيات وعملها مع متخب الأردن عملها مع المصري عملها مع الاتحاد عملها مع الفرق يقدر ويقدر يعمل ويقدر يعمل طالما هي الأدعم وهي الأوراق عنده في الملعب يعني هو كان بيغزل زي بيقوله برجله حمارة في المصر ويقدر يعمل فرقة كويسة جدا وعملت نتائج هيلة وعملت نتائج هيلة بالروح وايضا بالفكر برضو هو لازم يكون عنده فكر ده لعب دول كبير وكان هدف لمتخب مصر وحاجات دي كلها فشيء طبيعي انه حسام حسن حسام حسن مع الاتجاه العام للدولة ان هي تدي الفرص للشباب من المرشحين يعني لعلوش لازم اخد فرصة وحان الوقت انه ياخد فرصة صراحة وحان الوقت انه ياخد فرصة حسام حسن انه داخل 50 سنة تمام تمام حسام حسن ندخل في 50 اه داخل في 50 اغسطس ستة وستين ستة وستين طيب فالنهار ده يعني عنده تمانية واربين سنة سبعة واربين سنة لا يا زحمة حسام حسن لأكبر من كده ايه اكبر من كده سبعة واربين سنة لا اغسطس ستة وستين لأفين وستاشر اه تلات سنين زيادة اه اه اكبر من كده اه عمان بس هو هو مش اقل الله عشان انا بس اقول ايه مش حكاية هو سنه انا بقول يا جماعة لا بقى يعني ايه هيفضل امتى ياخد فرصة امتى وهو مش مش شباب يعني خلاص احنا عدنا مرحلة الشباب يا جماعة ما تقولوش يصول لسه لسه العمر جايله لسه الوقت جايله لازم لازم ندعم ونسند وبرضو وبرضو تحط الكرزمة بتاعة المدرب ضمن الحسابات طبعا ونتم حطها طبعا لان هو يقدر يجمع الجماهير جماهير على اختلاف جماهير المنتخب سواء اهلي او زمالك كل اقول لك على حاجة مع المنتخب مصر كل حاجة بتتنسي لا كل الناس بتحبوا حسام حسن بس بنقعد نقول لا احسامه ما انفعش احسامه الناس بتشتموا اول ما يشوفوا حسام حسن كله بيحب حسن واول ما بحقق انجاز الناس كلها بتشيت بيه على طول مهما كان وجهة النظر وجهة اختلافات حول الشخصيت حول الشخصيت انا عارف انه 53 مش عايز اقول 53 خلاص معنا حسبناها مؤتماد معلش شواء كابتان حسن تلات سنيني وتاتة وخمسين بس هو اه ما هو قال الاساس محمد قال ان هو ستة وستين يبقى تاتة وخمسين اه حسن حسبتها عشر اغسطس عشر اغسطس حسن حسن كان حلم كان حلم كل اللعيبة بالتأكيد كان بدي كمان روح لكل اللعيبة كل اللي حواليه وكل اللي بتفرجوا عليه بصراحة كان حاجة جميلة جدا اتمنى بصرف النظر عن كابتان حسن حسن انا طبعا اننا نحن ندي فرصة للشباب يا زمحمد يعني مش شباب والله ما شباب تلاتة وخمسين سنة لا ما خلاص تلاتة وخمسين سنة انا تنتخيل يعني بس هو يعني عشان خطر بس هو هو موجود في مجال التدريبة دلو اكتر من عشر سنين فميش مشكلة ده انها ارضى خلاص عشر سنين كويسين جدا جدا عطول الخبرات اللازمة اللي هو يعرف لعبة مصر وهو هيلقى دعم اكتر من موجود دلوقتي الدولة كلها بتساند ده الدولة هي اللي قال المدرب الوطني هو في اكتر من كده دعم ده اجمل حاجة وخبار حديثك وبالمناسبة برضو هيبقى فيه برضو الدولة تضع سقف لمرتب المدرب المتخب الوطني ما بتكلم في كده يعني احنا كنا بنجي مدير الفني الاجنبي كوبر لسه خسرانه هو من فلسطين من فلسطين تلاتة اتنين اه يعني الحاجة دي كمان يعني دي مهمة جدا جدا ان انت تضع سقف للمدربين مدربين ما ينفعش ان المدرب يخش ياخد مليون جنيه في الشهر يعني هو مدرب منتخب او ياخد 750 الف جنيه مدرب منتخب وخبار حديثك هيبقى فيه حد سقف لجول المدربين مش مدرب منتخب الوطني بس لا جميع المدربين في اتحاد كرة القدم واتحط كده اصعار حلوة محطوطة واللي عايز يتفضل يخدم بلده يخدم بهذا المرتب يا رب ويخدم بهذا المرتب عشان القصص بتاعت المجاملات والفساد اللي كان موجود ان انت تجيب مدرب عشان صاحبك وصديقك وميسهر معاك في الكافي ولا مش عارف ايه هو كلام من ده وتدينه مرتب دينه 120 الف جنيه وهو بيعملش حاجة ده انتهى خلاص مدرب مساعد في منتخب مصر الشباب وضجيج بلا طحين او بلا طحن خالص نهائيا على مستوى انا بتكلم على مستوى المنتخبات ككل يعني تمام في شيء طبيعي تكلمنا على السيرة الزاتية للناس وانسا انا نتكلم على هيكتور كبر واجير بيمتلكوا سيرة زاتية اه مدرب يعني بعد كده مفيش وجيهنا وعمل مع منتخب مصر وصالكس عالم والحاجات دي كلنا عمل فين ده جاب لنا القلب اوز محمد ده جاب لناس كتير القلب طبعا شيء طبيعي احنا كنا بنكسب ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك كنا بنتوقع ان الجاه يبقى افضل منه وجيه اسخم منه واسوأ منه وتدبيسة ما حصلتش يعني فشيء طبيعي شيء طبيعي احنا مش ده الانتقاء هنا جيه في مصر لقي كل حاجة مهيئة لقي نجون كبار يدري ضمون منتخب ويعمل بي ومنجازه حط خطته حط شخصيته عمل بصمته قدر يمشي السفينة تمشي معاه وقدرنا نوصل كاس عالم خدمتنا اي نعم الظروف ان ما كانش غانب في حالتها الطبيعية فشيء طبيعي ان هتصدرنا مجموعتنا واخلعنا كاس العالم ده انا بعتقد كده لو كان اي مدرب تاني مكان كوبر كان هيعمل الانجاز بتاعك ولو كان مدرب وطني برضو ولو كان من غير مدرب لان اصلا زي بقول لحضرتك طالما انت وكانت اسهل بطولة افريقيا ناخدها وكانت اسهل بطولة افريقيا كان ممكن ناخدها قدام الكاميرون هناك في الجابون 2017 قلت لك اصلاح مدرب دفاع مدرب دفاع انا اعطى اقول لها جماعة ده احنا كل اللي جوان اللي بتيجي فينا اخطاء دفاعية ده افتك رجون اللي جي فينا في الفاينال راجل اللي استلم على سيدرو فوسة 2 مدافعين وحط الكوراجون اه وكل هدفنا اللي جات فرص مرتدة هجمات مرتدة عن طريق محمد صلاح وترزجي يعني حضرك بتقول الحسن حسن مدرب منتخب مصر بنسبة كم؟ بنسبة 90% مش هتعلى شوية النسبة؟ ها هتعلى شوية يعني؟ لا لا ما انت عشر في مية بقى تانية ده حاجات تانية ده ممكن تبقى حاجات تانية للظروف الخارجية اه لكن هو ده تقريبا كده وبرضو يما هتبقى كلمتين اتنين دعم هتلقى دين اختلف تماما وهتلقى فيه روح وهتلقى فيه مساندة رهيبة جدا جدا كابتن حسن حسن اكيد طب فيه رأي بيقول الكابتن حسن انشحاته مستشار فني ومعاك كابتن حسن حسن مدير فني بص او معاك بلاش ايا كان يعني هو الكابتن حسن انشحاته يبقى مستشار فني عشان نستفيد من خبراته فانا بقول يا جماعة طب ما احنا لازم نجيب يعني بقى فيه تناغم بين الدماغين المستشار الفني والمدير الفني طبعا الكلام ده طرح من اول يوم طرح في اسم الكابتن حسن شحاته مدير فني واخر بالحديث هي طبعا اسلوب المؤامات والطرديات دي مفترض يخرج من الموضوع خالص نهائيا يعني الكابتن حسن شحاته ادى اداء رائع وعظم جدا مع متخب مصر ومعاك جيل رائع جدا وحقق ثلاث بطولات ولا في الاحلام ما فيش حد يحلم بيهم ابدا ده افريقيا وادى يعني دور كويس جدا لكن اننا النهاردة اننا النهاردة عشان مش اجيبه مدير فني لازم اراضيه واخليه مستشار فني اتحاد كرة القدم او اخليه مدير المدير الفني اتحاد كرة القدم ما ينفعش انت بتأسس لمرحلة جديدة انت عايز مدير فني على مستوى عالي مع كل الاحترام لكل الناس اللي يمسكت منصب مدير فني انت محتاج شخصية كبيرة جدا تكون على مستوى محمود الجهر يا الله يرحمه يوما مدير فني اتحاد كرة القدم ويبقى معاه لجنة مدربين طب مين يبقى مدير فني الاتحاد الكرة لا بقى ده ما اللجنة الخمسية تدور بقى طب تقول لي من وجه لا تجيب شخصيات اللي في كتير جدا قل لي مثلا انت أربع أسماء هو انت النهاردة عشان تجيب لازم تبص تبص تشوف تاريخه هو في إدارة القصة دي يعني عبنا من الحاجة اللي هو عبنا من الحاجة ربنا يدينا كل الصحة ما كان في رئيس لجنة مدربين في فترة من فترات تمام والاتحاد كرة القدم انا ما بستعيش بخير وطي ليه الدكتور عمرى بول مجد ما كان في يوم الأيام هو المسؤول عن اختيار المدربين في المنتخبات وبعد كده عشان خاطر هو بدأ يحط قواعد ويحط لوائح ويحط أسس على الاختيار المدربين رحوا يزحلقينه في أول محطة قالوا شكري انت توجع دماغنا احنا عايزين نجيب فلان وعلان للمنتخبات أصدقائنا وحبايبنا فانت كده بتحط لنا قواعد وتحط لنا حدود معينة وتحط لنا نقاط عشان نختار عليها لا ما ينفعش ما كانش ينفع فعمر ابو مجد من الشخصيات اللي ممكن جدا يدير قصة المدربين انا بتكلمش على مدير فن اتحاد كرة القدم ممكن يبقى مدير فن اتحاد كرة القدم بس لازم ان احنا ندور برضو وهتلقى في شباب تاني موجودين يقدر يساعدوه في نفس الاتجاه ده بالدراسات بالعلم بالحاجات دي كلها بس ادور فلش دماغي النهاردة النهاردة الكامتر محمود سعد دي له ست سبع سنين ما احترامش ازيد لي مدير المدير الفن اتحاد كرة القدم ما هزا قدم فيش اي حاجة خالص خالص نهائيا نهائيا طب ما يمكن رجل قدم والناس ما كانش بتسمع ما ينفعش ما ينفع هو تحول من ان هو رجل اكاديمي ودارس وكمنجل جدا يبقى عنده خطط وعنده ابتكارات وعنده حاجات كويسة جدا في النهود بالقطاع الناشئين والقطاعات ودور القطاعات ودور بطلات الجمهورية وكلام من ده الى موظف في الاتحاد ليه سلبو خصصاته كلها اماشي اوكي لكن برضو لازم كان يبقى لازم يقول يا جماعة انا عايز اعمل خصصاتي واخبارها سبع سنين من عمره كدكتور في التربية الرياضية وعنده وعنده ولعب دولي قبل كده وحاجات زي كده ولكن ما عملش حاجة ومخلص جدا ومخلص جدا انا بقولش ما مشاكش في الكلام ده بقوله خالص لكن هو كان من نجح كان من ننجح في الاجواء اللي فاتت دي ما كانش حد ينجح لانه كانت بطدار بس يجب رازم يعتذر كانت بطدار بالحب يعني اللي شايف الدنيا مقفولة يقول يا جماعة شكرا كانت بطدار بالحب يعني القصص كلها كانت بطدار طب النهاردة بتأسس لحاجتنا طب حضرتك مع الرأي اللي بيقول لو انا شايف الدنيا مقفولة وان انا بقدم دايما اقتراحات وبقدم قرائي وبقدم مشاريعي وهما بيخدوها برموها في الزبالة باتكلم معك بسراحة امشي والله افضل قاعد يمكن لا هو طبعا هيتصطدم بقصة قديني حاجز مكان لحد نظيف هو يعني يقول في نفسه كده قديني حاجز مكان لحد نظيف هو يعني غالبا وابدا النظر المادية هي اللي بتتحكم انا بكون قاعد وباخد في المكان ده مبلغ قد كده مش هسيبه بقى خلاص ومحرين بقى خلاص ومحرين انا بقدم العلاية وبقدم برضي ربنا وبقدم اختراحات والدراسات وما حدش بينافس خلاص وانا ده رزقي ورزقي يا لي شغال هاطعه ليه لكن لو هو عنده مكان تاني يقدر يروح وينفس فيه اما مفترض يقدم استقالته ويروح المكان التاني ده تمام على طول ما يترددش لانه ده اسمه في الاخر تمام اسمه تمام تعالى نروح عايز تتكلم في حاجة داني في اللجنة الخمس عايز تتكلم اقول انه على اتحاد اللجنة الموقعة دي بسرعة كده يعني عليها واجبات محددة ولازم انها تكون واضحة يالما تطلع لنا بجدول صغير كده هو تقول ان شاء الله بإذن الله قرعة الدوري هتعمل يوم 10 ستمبر خلاص في الحتة الفلانية نمرأ اتنين الدوري سينطلق يوم خيشيني وراته انا لو مكانه انا مش هقول خبر او مش هقول قرار غير لما يكون انا فعلا هنفزه وعرف اوله من اخر ايه انا كده بورت نفسي قدامها انا هفضل لغاية امتى انا انا معمل لهذا الجدول وحتى لو جيت غيرته في وقت معين يعني هيبقى التغيير بسيط جدا اليوم انا مش عايزين بقى كده بس محمد مش عايزين نرجع نغير هو انا يطلع النهاردة لو غير للأحسن ماشي لكن مش تغير عشان نردي اطرق بقى الفيلم القديم يا مطلع النهاردة اقول ان انا باعلن انه يوم يوم 15 ستمبر هاعلن اسم المدير الفني المنتخب مصر يبقى انا عندي عشر ايام بدرس وبدور ومحص وماخذ القرار ايه المشكلة هي مش صعبة هي مش صعبة الكل الامور دي سهل جدا انا معك فلحة دي تحديدا هي مش صعبة ان انا اختر اسم ذي الفني من صفش الناس كده يعني احنا انا انا مش بتكلم برضو على انك تعلم اسمه ده وتقللوش وحد دي اليوم اللي تتعلم فيه ايه المشكلة يا متاع لا كمان لازم الاختيار بسرعة انت تشغل انت معنى ذلك ان انت شغال وعندك وقت مرتبط به يبقى هتنجز في الوقت ده هي تبقى تعالف ان انت مضغوط تحت الوقت يبقى هتنجز لكن طول ما انت سايبها سبهلالة كده محدش هينجز حاجة خالص يقولك لا والله نحن اجلنا جلس مجلس دارة عشان فيه احد الاعضاء لسه بيصيف خلص اوكي طب وانا استفدت ايه انا استفدت ايه طب نروح المصف كلنا هناخد كرة هنا انا استفدت ايه طب وانا الكرة هتستفدت ايه انت فيه فرق عندك انت فيه فرق عندك مرتبطة كل الاندية مرتبطة بموعيد مش قادرة عارف احنا المفروض ندوس في حتة ايه اوز محمد مختصة باختيار بقى المدير الفني باختيار الدوري اه تشكل الدوري ايه اعمل لجان اعمل لجان وانا متنفس لنفسي وانا اتابع واباين قدام الرأي العام انا هبص انا جبتلك لجان هم متخصصين ده كلام مصبوط ده كلام ده هو ده اللي بنقول عليه انه يستعين وبعدين ويفكر في اللجان المحترفة يفكر في اللجان المحترفة بمعنى صح ان انا مش هجيب حد متطوع عشان يدير لجنة المسابقات لازم اديله اجره عشان يعود الشغل بالليل على جدول المسابقات ما باقف ان الكل لازم ياخد اجر عشان ما اطلعش نقول احنا بنشتغل من غير اجر لا 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 بالزبط كده لا بتاخد فنوس كتير بزرعة احنا بناخد من الطريق غير مباشرة لا واللجنة نفسها بتاخد اجر من الفيبا خلاص يعني ما يكونش معانه باخرا بقول له كل واحد بياخد اجر من الفيبا خيبها نشغل بقى نشغل عشان خاطر نحل المشكلة وبرضو من ضمن الحاجات المطلوب حسمها انه لابد ان يكون في علاقة محترمة وعلاقة احترام وود متبادل ما بين اللجنة المؤقتة الخماسية ولا تتعالى على اعضاء الجمعية العمومية ودي قضية خطيرة جدا جدا دي قضية خطيرة ونار تحت الهشين بمعنى صح انت عندك جمعية عمومية في اكتر من 79 نادي غاضبين للغاية انه محدش بيعبرهم وهم حاسين ان اللائحة بتاعت كرة القدم اللي بتتعمل حاليا وهتعتمد من الفيبا هتسحبه من الدوري او من الجمعية العمومية لتاعت كرة القدم وترميهم برا ما ينفعش لازم حتى وان كان هيحصل نوع من انواع تنقية الجمعية العمومية يبقى لازم الناس دي كلها تبعى العلم ويلابدوا ان يؤخذ رأيهم خاصة ان هم النهاردة اصبحوا نوع متكتل بمعنى صح في لجنة من الجمعية العمومية جمعية العمومية برضو عليها برضو عليها بلحظات في السابق كتير جدا يمنيجي النهاردة كنا احنا من الجمع كنا احنا بيختاروا يعني برضو فلانا نتكلم برضو يا زحمد في الصحة وفي المصلحة العامة احنا جمال العمومية اختاروا اختيارات اصلا من الاول برضو محباة وصحابه حلوها ويما كانوا بيختاروا كنا بنهاجمهم وبنقول جمعية الكباب وكفتة النهاردة اصبح فيه نوع لا خلينا احنا على مدار السنين كنا بنقول كده لان هم كانوا بيوساق بيوساق الرأي بتاعهم بيوساق ماشي النهاردة اصبح فيه ناس متنورة جدا وبتبحث عن حقوقها نديهم الحق ده ولا نحبطهم ونقولهم لا انت ملكوش اراه وانتوا كنتوا بتوعك باب وكفتة يعني بلاش الكلمة دي لا معلش متحفظين احنا منكلم في اللفات عموما وعايزين اللي جاي بأحسن كل اللي بقوله ان اللجنة لابد ان تكون على علاقة طيبة بجميع اعضاء الجمعية العمومية ان هم دول في الاخر برضو هم اللي بيشكلوا عصب الكرة المصرية مع مكان تعالى نروح لملف تاني اترضى الكابتن جمال الغندور وتعينه رئيس لجنة الحكام شفتها ازاي انا شايف ان ده من افضل القرارات اللي اتخذت كل مجتمع عليك ده افضل قرارات عشان خاطر عدة امور اولا لا بد وان يكون اللي هو مسؤول عن اللجنة شخصية قيادية قوية مقنع جدا جدا ما بيخافش ويبقى يقدر يسيطر حتى على اعضاء اللجنة اللي معاه يعرف يتكلم يعرف يحاول يقيم العدل بين حكامه يحاول صاحب قرار وله رؤية وده من افضل القرارات اللي خدتها اللجنة واعتقد ان هو ده ما فيش قرارات تاني غيره هو تعين حسام الزناتي رئيسا مديرا للجنة المسابقية شايف تعينه ازاي شايف تعينه انا ده شاب صغير عامل 27-28 سنة ماشي اوكي ممكن يكون عنده فكر كويس ممكن جدا مش هنقدر نحكم عليه الا يام يحط لنا جدول المسابقات ويحترم هذا الجدول ويبقى عنده افكار تبادلية ان النهاردة النهاردة الان رايح غينية الاستوائية فعشان خاطر كده يبقى عامل حسابه ان فيه ومين طيرانه وفيه كذا يبقى حاطط موعد بديل تاني عشان خاطر يبقى فيه مرونة في التغيير بدون ضغوط من حد بدون ضغوط ان انت تأجل ماتش او انت تبوز جدولة الدولة عشان ترضي الاهل او ترضي الزمالك فده ممكن جدا يبقى تجربة ناجحة جدا جدا وممكن يكون وجه جديد في عالم المسابقات فاحنا ننتظر منه ان هو ان شاء الله حق النجاح هو كان طلع اريد خبر ان الاندية اللي نزلت طلع لها قرار بين محكمة ناتر اتاني وهتكلم معاك في صحة القرار ده ايه الظروف اللي احنا هنشوفها في الدور اللي جاي بس اعتقد طبعا الكلام ده مش هيحصل لان اصوان وطنطا وفي سي مصر خلاص بقى في الدور الممتاز طبعا نتكلم عليه بعد الفاصل لو سيبك تلاح شواء كمان اتفضل نطلع فاصل ونرجع ونتواصل مع المتوالك محمد صادق اهلا بحضراتكم من جديد يعني وزن الحمد كنا قبل الفاصل بنتكلم عن ان الفرق اللي نزلت درجة تانية خدت حكم محكمة ناتر جاعتين دور الممتاز اه طبعا عن ايه الدوافع بتاعته لا هو طبعا اولا هو مركز التسوية والتحكيم او التحكيم والتسوية مش مشكلة تمام مش مع حكم محكمة دي نمر واحد دي نمر اتنين هو استنده على او المركز التسوية استند على عدم تكافؤ الفرص يعني حاجة كده هلامية بمعنى صح تمام اولا الاندية التلاتة الاندية التلاتة انهت الدوري لعبة كل مبارايتها لم تنسحب من مباراة واحدة ولا الكلام من ده قدت مبارايتها في ظروف طبيعية وفي امام منافسين في الدوري والكلام من ده كله خلصت القصة يعني خلصت القصة اي كلام يقال بعد كده عن عدم تكافؤ الفرص والكلام من ده ده كان استقل بطولة ممكن تقوله تحتاج تعمل تتظلم لجنة تظلمات والله يقال كتير وعجل تكافؤ الفرص لازم نعمل كذا وكلام من ده ورغم ذلك ما حد استمع خلاص الموضوع خلص اما التهديد باللجوء للبيبا عشان خاطر ان نفذ هذا الحكم مفيش فرق هبطت في الدوري ورجعت تاني على مستوى العالم كله خلص نائيا والبيبا اما هتشكيله بقصة زي كده هيقولك الانتحاد المصري هو يرد على الشرق ودية وهو المختص بإدارة مسابقاته وانه مفيش اي حاجة الحالة الوحيدة اللي ممكن يبقى فيها نوع من انواع فرقة تهبط وفرقة تطلع مكانها وكلامي ده يعني يكون فيه تلاعب مالي او اختلاقه ورشاوي او كذا او فيه حقائق ووقاعة هي بتسل هذا الكلام فعشان كده احنا بنقول برضو ان القصة دي هي قصة شغلة الرأي العام بدون اي نتائج ومش ممكن ابدا اتحاد الكرة هيضغط هيردخ ويعمل الدوري بدلا هو 18 يعمله 21 مريع او يعمله مجموعة 2 لا نوع كلام الترضية ده ما اصبح مش هو مجاله في الوقت الحالي تمام بالتأكيد شايف شكل الفرق الدوري الممتاز في ظل صعود اسوان وطنطا وافي سي مصر تعالي نكلام عن اسوان وطنطا وافي سي مصر وستعداداتهم وهل هاي وجاروا الصفقات اللي بتحصل دلوقتي في كل الفرق والتدعمات والارقام يعني بالتأكيد فريق اسوان من اكتر المظلومين في التلاتة دول بالتحديد يعني لانه بعض المسافات وعدم وجود ميزانية اصلا والناس بتحاول بقدر امكان تعمل معسكر فقائر عشان تتضرب وبيجيب لعيبة برضو يعني نقدر نقول بقايا اللاعبين الموجودين في الأنجال اخرى طبعا انت هنهتم بالمدن اللي هي الجميلة او اللي هي كمان بتعمل حالة من الحالات السياحية مش هنهتم بيها الا الاهتم لازم يجي من جوه من النادي نفسه معنى صح طب النادي نفسه يجيب من اين لا هو عنده يقدر يعمل مشروعات ويقدر والدولة ممكن تساعده لازم يبقى فيه لا تكلم على بلد سياحي زي اسم يعمل لا بد مجلس الادارة يسعى انت مجلس الادارة جاية تديري النادي اربع سنين اسعى وهات رعاه هات شركات كبيرة انت عندك انت راجل نادي في بلد سياحي كبير جدا اللي اقصر واصمة واحدة الاتنين لازم تجيب رعاه قوي جدا عشان يسندوك ما ينفعش يبقى الناس متطوعة او تساهم ببعض الفلوس يما يكون فيه رعاه حقيقيين زاد الجمهور بتاع النادي هتقدر تصمت في الدولة ومتاز سنة واثنين واصوان كان صامد احنا مش هايزين يصمت بقى ويصمت ويرجعتين ينزل بالزبط فاذا ما كانش فيه شركات ترعى والشركات تدعم والحاجات دي كلها مش هيقدر تفتكر الرعابة بعدوا ليه عن عن اسوان وعن لانه محدش بيوضح لهم يعني فيش سعي كويس جدا ان انت توضح اهمية الفريق وهمية المدينة وهمية الموقع بتاع اسوان والحاجات دي كلها وان انت لو دعمت الفرقة ورعتها وكلام مين ده ممكن بتعود عليك فوائد محدش بيوضح هذه الصورة زايد ان احنا برضو الشركات دائما بدور على الاسماء الكبيرة انا روح ارعى النادي الاهلي اراعى الزمالك انا برعى بلد سياحي النظرة دي الغادي وقتي عندنا لأ مش موجودة هاي اقول لك طب البدراشين بلد سياحي أروح على فريق بضراشيما مثلا يعني والجيزة يعني واخد بالحضرتك لا مش هينفع مش هينفع لازم يكون فيه تخطيط التخطيط أنت تعمل مشروع كبير يعني مصر المقاصة الشركة كبيرة جدا بتدعم نادي وبقى لها فريق وبيدأ يلعب باسمها وبتحقق من موارده وبيقدر من خلال علاقاته أنه يجيب رعاة للنادي فشيء طبيعي فأنت مهدك كده مصر المقاصة محسوب على الفيوم والفيوم وحسوب على الصعيد فشيء طبيعي كده كان فيه تلفونات بانسويف وخبارها يأما كان فيه رعاية كويسة من الشركة للفريق وصمت في الدور المتازل وقدم أداء كويس جدا 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 وبعدين يأما تشالت الشركة شلت إيديها عن الرعاية بتاع النادي فرح الفريق نزل للدرجة التارية فشيء طبيعي المادة النهاردة هي اللي بتحكم وبخصوص المادة شيء طبيعي لازم دوري محترفين أو رابضة دوري محترفين لازم يكون لها مكتب تمام فيبقى شكلها ايه في الدور؟ طنطة أنا شايف أنه الشكل أنه هي فرقة لا حولا لها ولا قوة برضو صعدت للدور الممتاز بعد موسى وصعب جدا جدا كمنافسات جيوا جمدها ما قدرتش اتدعى حتى الآن الفريق بالتدعبات الموجودة لقصر ذات اليد بالتأكيد ما فيش عندهم أوراق جمدها بيحاول ينحطوا في الصخ يحاولون أنهم يقدموا مستوىات يحاولوا بقدر إمكانهم يقدموا لتاك وإذا لكن مش هينفع ماينفعش أن أنت تغزل طول الدوري برجل لا ماينفعش فشيء طبيعي جدا أن تنطى من الفرق اللي هي للأسف الشديد هتبقى مهددة من أول يوم بالهبوط افي سي مصر افي سي مصر بينطبق على نفس الكلاب الموارد بتاعت النادي لا تساعد ما سمعتش أنت عن تدعيمات قوية أو أنا ما سمعتش أو أنا بتابع كل الانتقالات مسلم المركز الصوفي كله خلص ما فيش صفقة قوية للنادي إذا كان النادي فيهش اتنين أو تلاتة أو أربعة نجوم يقدروا شلوه يعني أنت بتفك لو قيمت النجوم نجوم المستقبل للمسلم الماضي كانت تقدر تقول عنده تلاتة أربعة لعيبة شايلينه صراح أمين هداف بيقدر مش عارف يجيب حصة عسام الحضري يوقف شوية مش عارف الكلام من ده كعشان كده صمت شوية صمت شوية في الدورة الممتاز ويما الناس دي خلاص ما فيش بداية لها أي إصابة أي حاجة بتخرج الفرقة كلها من المنافسة ويبقى بعدما كان بينافس على البقاء بينافس على الهروب من الهبوط فشيء طبيعي أنه يهبط في نهاية الموسم فالتلات فرقة للأسف الشديد في الظل القحط الشديد اللي موجود فيه وهددين بالعودة مرة أخرى ويارب يكون يعني توقع ده يعني مصطحيح ويصمده في الدورة الممتاز إن شاء الله تمام اللعب الشمال الأفريقي والفلسطيني أعتبرناه خلاص لعيب مصري إيه رأيك في القوصة دي؟ من أسوأ القرارات من أسوأ القرارات اللي اتخذت خالص ليه؟ أنت بتعمل علاقات مع الشمال الأفريقية على حساب اللعب المصري على حساب اللعب المصري طب ليه الدور الإنجليزي ما فكروش كده؟ طب ليه ما قالوش أنا ناخد ما يعملون ليه؟ اللي ما يقولون ناخد من أسبانيا الأسبان دول الكرة بتاعتهم قوية جدا نعمل تبادل مسلا يعني مثلا دور الإنجليزي فتح فتح عدد المحترفين عنده أيوا فده ده احتراف كامل لنشي مسلا نحنا بنقضي على اللعبة الإنجليز لا لا ده هو عامل نظام احتراف كامل ولعبته بتحترف هنا وبتلعب وبتلعب براه وكل حاجة ما فيش مشكلة ده عندهم احتراف كامل يعني ما يكون انت عندك المستوى بتاع احتراف كامل لجي انت اشمعني يعني من شمال أفريقيا اشمعني اشمعني طب ليه ما خدش من دول الخليج دول الخليج فيها مواب كتيرة طب ليه ما خدش من وخبال حضرتك ممكن هم مرديوش لا مش هكاة مرديوش انت بتعمل اتفاقيات بتعمل اتفاقيات عشان تحسن صورتك وتبع علاقات ومش عارف طب مش على حساب مش على حساب اعمل نظام يا سيد اعمل زي ما انت عايز علاقات وكل حاجة قول ان انا عايز ثلاثة اجانب بشرط ان يكون واحد منهم من شمال الافريقيا قول كده قول صراحة كده اربعة اجانب بالاضافة بالاضافة لشمال الافريقي واحد فلسطيني واحد سوري ما ينفعش انت مش هتعمل اندية متعددة الجنسيات عندك بتفصل بتفصل ده من سوريا عشان سوريا عندها مشاكل فيبقى ناخد من عندهم لاعب واخبار حضرتك او فلسطيني عندها مشاكل ناخد لاعب فلسطيني ببلاش او بكده ندينه جنسية كده على الورق في كرة القدم ما ينفعش ده مش ادارة كرة القدم ابدا انت بتعمل قوة متعددة جنسيات في الاندية الدولة المتاز ما ينفعش طب خلاص ما تروح ما الكرب في جنوب في افريقيا في افريقيا في الغرب الافريقي غانا والكاميرون وبتاعه وكلام من ده مستوى معلي جدا جدا ما تعمل اتفاقياتي معاهم على الاقل هتجيبنا لعيبة جامدة اوي وتستفيد منهم يعني قرار قرار بيقضي على يعني فرص اللعب المصري في المنتخبات بالتأكيد انا بشكرك شكرا جزيلا انا بشكرك وحلقة جميل وان شاء الله باذن الله يعني كل التوفيق للنادي الاهل العريق في افتتاح مشهور الافريقي شكرا جزيلا ونورتنا والله شكرا جزيلا الله شكرا جزيلا سيد محمد صادق مدير تحليل اخبار الرياضة كان نجم هذه الفقرة بعد الفاصل يكون معاكم النجمان الكبيران حسين شكري واحمد رضوان لعب فريق النادي الاهلي السابقين ان شاء الله يكونوا مع زميل عزيز محمد سعيد السلامة مع حضرتكم جدا وشككم على خير ومع الله سلامة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر